بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر وأسعد الله مساءكم هناك من يسأل ماذا أقدم لطيوري كي تجهز من غير أن أقدم المحفزات الجنسية التي تكون مصنوعة في المخابر البيطرية الكثير من المربين وبعض المحترفين يريدون تجنب تقديم البروتينات والفيتامينات المصنوعة في المخابر البيطرية كما قلت ويريدون تقديم الأشياء الطبيعية كي تجهز الطيور من بين الأشياء التي تحفز الذكور والإناث عن التزاوج وهي الطبيعية 100% ونجدها في البراري هي نبتة الهندباء نبتة الهندباء غنية جدا بالفيتامينات وفي مقدمة هذه الفيتامينات نجد الفيتامين الذي يجهز أو يهيج الذكور والإناث على التزاوج وكذلك النبتة الثانية التي سنجدها في البراري وهي نبتة الحريق نبتة الحريق أو بما يسمى الحريقة هي نبتة مهمة جدا في حياة الطيور وهي كذلك غنية بالفيتامينات ومن بين هذه الفيتامينات الفيتامين الذي يحفز الذكور والإناث على التزاوج أنصح بتقديم هذه الأشياء الطبيعية كي تجهز طيوركم يكفي أن نقدم هذه الأشياء مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع وبإذن الله ستجهز هذه الطيور وبهذه الطريقة نستغنى عن الفيتامينات والبروتينات المصنوعة في المخابر البيطرية بهذه النصاح أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته